في أمريكا تعيش الكثير من العائلات العربية المهاجرة على مرضوض محلات البقالة في الأحياء الفقيرة لكن ومع اقتراب موسم الأعياد ترتفع تكاليف الحياة وترتفع معها جرائم السطو المسلح انطلقنا من واشنطن جنوبا نحو بلدة روكيمونت بكارولين الشمالية وهدفنا أن نستطلع لكم أمر هذه البلدة التي تقدم كل سنة ضحية من أبناء العرب في هذا الدكان أحرق المستخدم بغاز الكاروسين وآخرون كثيرون في أرجاء هذه البلدة الصغيرة هنا وفي هذا الدكان وقبل عشرين عاما بدأت مأساة الأسرة أسرة الملاح حيث قتل الزوج وأب لأربعة أطفال فلنستمع لباقي القسم وإذا كان أبناء المهندس محمد الملاح قد حققوا أعلى الدرجات في دراستهم بفضل كفاح أمهم فإن المأساة مستمرة مع وافدين عرب جدد إلى بلدة روكيمونت حيث لا مفر لهم من هذه المحلات للعمل مخاطرين بأرواحهم في سبيل هذا الحلم الأمريكي أو لعله كابوس فمن يدري مخاطرين بأرواحهم في سبيل هذا الحلم